حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال أتي عبد الله في أمرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرد لها صداقا ولم يكن دخل بها قال فاختلفوا إليه فقال أرى لها مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سيناء الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع أبنة وشق بمثل ما قضى حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال عبد الله وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا أبن فضيل عن عطائي بن السائب قال شهد عندي نفر من أهل البصرة منهم الحسن بن أبي الحسن عن معقل بن سيناء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يحتجم لثمان عشرة قال أفطر الحاجم والمحجوم حثنا وكيع قال حدثنا كهماس بن الحسن عن سياري بن منظور الفزاري عن أبيه عن بوهيسة عن أبيها قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت بينه وبين قميصه قال فقلت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء قلت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء قلت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال أن تفعل الخير خير لك حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا كهماس قال سمعت سيارة بن منظور الفزاري قال حدثني أبي عن بوهيسة قالت استأذن أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فذكر معناه حدثنا يزيد حدثنا كهماس قال حدثني سيارة بن منظور الفزاري عن أبيه عن بوهيسة قالت استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يدن منه ويتزمه ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الملح ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تفعل الخير خير لك قال فعنتها قوله إلى الماء والملح قال وكان ذلك الرجل لا يمنع شيئا وإن قل اللحظة إلى 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 اللحظة ترجمة نانسي قنقر